الزمالك بقى وتحليل الاداء للاهلي قالوا ايه قال ان النادي الاهلي اما بيبتدي يضغط بلعبته في الجزء الامامي لو اي فريق قدر انه يبني الهجمة ويطلع بالكورة فالاهلي هيتضرب في جميع خطوته فبيتقال انما الشحات بيضغط وسام ابو علي بيضغط وتفر بيرسيتاو بيضغط وبييجي اقرم معاهم او امام عشور بيضغط لو عبدالله السعيد وناصر ماهر ودونجا وفتوح لو بيلعب او عمر جابر لو ناحية اليمين لو الكفة معدولة وعرف اللعيبة دي تطلع بالكورة وهو بيتضغط عليها في الجزء الامامي هيكون فيه مساحات شاسعة وتقدر تضرب دفاع النادي لاهلي مع خروجك بالكورة بطريقة سليمة لان الكل بيكون ضاغط وده بيخلق مساحات في حالة قدرتك على ان انت تخرج بالكورة من الضغط اللي بيستعمله كولر طول الوقت وخصوصا في الجزء الاول من اللقاء بيكون اللعيبة لسه فت اللعيبة المستوى البدني بيكون عالي الضغط بيكون اقوى لسم كمان اللعيبة ما بتضغط بتضغط كلها مع بعض ما مش واحد بيضغط واحد بيحلق لا كلهم بيضغطوا وكلهم بيرجعوا وبالتالي تحليل الاداء بيقول ان الزمالك لو قدر يبني اللعب في حالة ضغط النادي الاهلي عليه فالنادي الزمالك ممكن يروح بفرص خطيرة جدا وان لغم تقلق رامي ربيعة وياسر ابراهيم ولكن التقلق ده مرتبط بقدرة لعبت النص الملعب بتاعت الاهلي ان موصلوش الكورة صعب موصلوش الكورة لرامي ربيعة ويجيبوا المهاجمين تروح لرامي ربيعة وياسر ابراهيم بطريقة سهلة يعني بالعكس هتلاقي طول الوقت الكورة بتيكي لرامي ربيعة وياسر ابراهيم او لهاني بعد جهد جهيد انه يطلع بالكورة ويقدر يعني نمرة اتنين كولر قالك انا عايز اي كورة افقدها استخلصها في ظرف من 10 ل 15 ثانية بالكتير قوي ان انا اقدر استخلص الكورة من اي فريق قدامي هنشوف ده شغل مدربين وشغل تحليل اداء الدنيا رايحة فين ده اللي هنعرفه الفترة اللي جاية باذن الله